حصلت المملكة العربية السعودية خلال اجتماع مجلس الإدارة للاتحاد البريد العالمي التابع للأمم المتحدة في العاصمة السيويسرية بيرنا على جائزة التمييز البريدي لمعايير المؤشر العالمي للتنمية البريدية كما تقدمت المملكة خلال هذا المحفل الدولي بتقديم رؤيتها لاستضافة المؤتمر البريدي العالمي حضور المملكة الحمد لله في كافة المحافل قوي المملكة العربية السعودية عضوا في اتحاد البريد العالمي من أكثر من 100 عام نحن من العضاء المؤسسين لهذا القدام جدا في هذه المنظومة دورنا يتحول من أننا نتعلم منهم الكثير ونطور نظمتنا الآن حقيقة نحن نعطيهم تجارب جربناها عندنا ويستفيد منها سار العالم فهذا التبادل المعرفة بين الجهات تشارك المملكة في مؤتمر مجلس دارة الاتحاد البريد العالمي التابع للأمم المتحدة بوصفها نائبا لرئيس المؤتمر بوفد الرفيع المستوى يترأسه سعادة وكيل وزارة النقل والخدمات اللوجستية المهندس لؤي مشعبي كما تترأس المملكة عددا من اللجان الفنية خلال هذا المؤتمر السنوي لاتحاد البريد العالمي لا شك بأن المملكة العربية السعودية بتشهد نشاط مكثف على المستوى الدولي سواء لناحية المشاركة الفاعلة والمؤثرة في المحافل والاجتماعات الدولية أو على مستوى استضافة الاجتماعات الدولية في المملكة المملكة العربية السعودية بتعيش واقع مزدهر ولله الحمد بفضل الله سبحانه وتعالى وتوفيقي ثم بفضل التوجيهات السديدة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ومتابع حثيثة من سمو سيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان يحفظهم الله والذي يعتبر عراب رؤية المملكة عشرين ثلاثين يعتبر اتحاد البريد العالمي أقدم منظمة دولية تابعة للأمم المتحدة في العالم حيث يضم 191 دولة ويساهم الاتحاد البريد العالمي في وضع سياسات وعنشطة الأمم المتحدة بهدف تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية تزعى المملكة العربية السعودية لتصبح مركزاً لوجستياً عالمياً ومنبراً دولياً للقضايا العالمية طه يوسف حسن قناة الإخبارية العاصمة السويسرية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر